هذا هو الصانف في مدينة مراكش المغربية اليوم الحوار بين الفرقاء الليبيين حيث من المقرر ان تناقش خلاله مسألة وقف اطلاق النار ونزع السلاح من الميليشيات المسلحة هذا وسبق للمبعوث الاممي الى ليبيا برنردينو ليون اندعى خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي يوم امس لا تشكيل حكومة وحدة وطنية لمحاربة الارهاب كما اكد ليون ان الحوار هو السبيل الوحيد لانهاء الازمة التي تشهدها ليبيا محذرا من ان تنظيم داعش يستغل الانقسامات السياسية لتعزيز وجوده ونفوذه في ليبيا من واشنطن ريمة ابو حمدي وتفاصيل هذا الاجتماع لمجلس الامن الدولي الذي بحث الوضع الحالي في ليبيا وفيه شرح المبعوث الاممي الى ليبيا الوضع في ذلك البلد وتحدث عما تقوم به الحركات الارهابية في ليبيا وقال انه لا يوجد لديها اي شك في ان هذه الحركات التي قال انها حركات ارهابية مثل الدولة الاسلامية لا يوجد اي شيء يقف امامها لاستغلال الانقسام الموجود في ليبيا لتأكيد وجودهم في ذلك البلد اشار الى ان الليبيين باستطاعتهم ان ينتهجوا طريق موحد لمواجهة التحديات التي تواجه بلادهم وقال ايضا انهم دعوا الجميع في ليبيا كافة الفرقاء الى عدم اتخاذ اي عمل من الممكن ان يؤدي الى التصعيد ايضا قال ان الحوار بين الاطراف المتنازعة في ليبيا سيبحث اعداد الدستور ادعو القادة السياسيين الليبيين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلافي وقوع اي هجمات لاحقة وان يمارسوا صلاحياتهم التي تتماشى مع مسؤولياتهم القانونية والسياسية بغية التأكد من ان كافة القوى التي تحت امرتهم تنصع الى الالتزام السياسي بالحوار ايضا من دوب ليبيا لدى مجلس الامن الدولي ابراهيم الدباشي تحدث خلال هذه الجلسة عبر عن احباط حكومته بسبب ما وصفه بالصمت الدولي اذا تدخل بعض الدول في الشأن الليبي الداخلي ايضا خلال هذه الجلسة اتهم اطراف بالسعي الى ابقاء ليبيا في حالة من عدم الاستقرار ودعا المندوب الليبي مجدد الى رفع حضر السلاح والسماح للجيش الليبي باقتناء هذا السلاح وقال انه لا يجوز منع الحكومة الليبية من اقتناء السلاح واشار الى ان في هذه المرحلة يجب ان يكون هناك ضرورة ملحة للجيش الليبي الوطني هذا وتتفاقم الازمة